اشهد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالعلاقات الاستراتيجية الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية وعلاقة الصداقة الوطيدة التي تربط البلدين وشعبيهم الصديقين منذ اكثر من ثلاثة عقود واكد رئيس مجلس الشورى اهمية زيارة رئيسة الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب والخبرات والبناء على ما تحقق من نجاحات وانجازات مشتركة خصوصا في المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والتجارية والسياحية وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن زيارة الكريمات تعد فرصة لإطلاع الوفد الروسي على ما حققته مملكة البحرين من إنجازات في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المفدى والذي يعتبر مشروعا وطنيا جامعا التفت حوله كافة أطياف وفئات المجتمع ونوهة صالح إلى أن زيارة رئيسة الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي والوفد المرافق سيكون لها الأثر الإيجابي في مواصلة التنسيق والتشاور بين السلطة التشريعية والجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي بشأن مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك مؤكدا على الرغبة الصادقة لدى مجلس الشورى في تعميق التعاون التشريعي والدفع نحو مزيد من التنسيق وتوحيد المواقف والرؤى تجاه الموضوعات التي تناقش في المحافل البرلمانية الدولية من جانبها أكدت رئيسة الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي على ما تشهده العلاقات البحرينية الروسية من تقدم ونمو خاصة في صعيد توسيع آفاق التعاون المشترك في قطاعات حيوية وواعدة مشيدة بما تحقيقه مملكة البحرين من إنجازات ونجاحات في مواجهة العديد من التحديات بفضل القيادة الحكيمة وما تمتلكه من مقاومات وكفاءات متعددة إلى جانب وجود خطط وبرامج تنموية طموحة شرفنا اليوم بلقاء معالي السيدة فالنتينا ماتفينكو رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي وطبعا كان لقاء مثمر تم مناقشة الكثير من المواضيع التي ستهم البلدين وأيضا سبل التعاون بيننا كسلطة تشريعية فتناقشنا في موضوع العلاقات الدبلوماسية البرلمانية ومدى تطويرها سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو فيما يتعلق بالقواني والاتفاقيات اللي راح تصادق ما بين البلدين وخصوصا نحن عارفين أن أي اتفاقيات راح تبرى ما بين البلدين لا بدنا ننتمر على السلطة تشريعية فطبعا هذه الأمور نحن نوليها أولوية مهمة وخصوصا في سبيل تطوير العلاقات